بسم الله الرحمن الرحيم الحيوانات ثلاثة أقسام مائية وأرضية وطيور وقصدنا بالطيور ذوات الريش سواء أكانت تطير أم لا رب حيوان يطير لكنه لا ريش له كل وطواط الخفاش يطير لكن لا ريش له وقد ورد في الروايات أنه من المسوخ فأكله حرام زين هذه الحيوانات قلنا قسم منها حلال وقسم حرام كل هذه الأقسام الثلاثة فيها الحلال وفيها الحرام الحلال منها قد يحرم لعارض أحد أوارض ثلاثة إذا حصل حرم الحيوان الجلل الجلل وكونه موطوء إنسان والجدي الذي شرب من لبن خنزيرة أجلكم الله هذه ثلاثة أمور تسبب تحريم الحيوان المحلل بالأصل خروف معزة بقرة أي حيوان حلال إذا طرأ عليه أحد هذه العناوين الثلاثة حرم أكله صار حاله حال مثلا الثعلب والذئب ومشاكل الأول الجلل وهو قليل اليوم القسمان الآخران موطوء الإنسان أو الذي شرب لبن خنزيرة كثير لكن الجلل قليل الجلل يقصد به اعتياد الحيوان على أكل عذرة الإنسان خصوص عذرة الإنسان عذرة سائر الحيوانات لا تسبب جلل غير العذرة من النجاسات الدم البول الخامر لا تسبب الجلل نعم يذبح ويحرق وأنت زين هذا الجلال لو فرضنا الآن عنده هناك خروف مثلا أو معزة شربة أو شربت خمرا الخامر الخامر نجس هل وعتادت هذه الشات رايحة رادة قاعدة ببيت ناس خمارين أجلكم الله والخامر متوفر عندهم حاطي وهذه رايحة رادة وياهم تشرب هم يشربون هي تشرب وياهم مثلا تصير محرمة لا ما تصير محرمة لو ذبحوها لحمها حلال الحين واحد يقول هذا شنو اللحم نمى على النجاس نحن والدليل نحن والدليل نحن أبناء الدليل حيث ما ما لنميل شربت أجلكم الله البول مثلا هذه ليست فقط في الحيوانات حين لو فرضنا بعض النباتات سمدت بشيء نجس أشجار زروع وضعوا لها سماد طبيعية اللي هو الغائط مثلا ساير سماد أحيانا رائحته هم موجودة قد مثلا مياه متنجسة فرضنا لو فرضنا مياه المجاري الأيام في حشي هذه مياه المجاري قاعدين يصفوها أو يودوها للمزارع هذه طاهرة لو نجسة كلام طويل وعريض خل نفترض نجسة على أسوأ الاحتمالات هذه المياه متنجسة تسبب مشكلة لو سقيت بها الزروع وشربت منها الحيوانات وانتفخت منها الزروع وصار فيها حليب مثلا له ما تسبب مشكلة هناك دليل خاص على أن الحيوان إذا اعتاد على أكل عذرة الإنسان صار هذا الحيوان جلالا نعم أكل ميت مثلا يأثر لا ما يأثر ربما اليوم هذه الحيوانات الدجاج مثلا والأبقار اللي تترب بمزارع ضخمة في ضمن ألفها توضع أمور محرمة هذا الدجاج اللي يدبحوه بمزارع كبيرة بعشرات الآلاف أو بعدين يطلعون منه أمعاءه ومشاكل زيان هذا الدم وين يودوه ربما ياخذوه يقال ربما هالكلام ياخذوه يخلطوه وين العلف علف الحيوانات هالأمعاء ممكن هذه الحيوانات غير مذكات لذبحوها ياخذون الأمعاء يفرموها ويضعونها مع الأعلاف وتأكلها الحيوانات هذه تسبب مشكلة شرعية لا ما تسبب قد يكون مشكلة طبية فيها ضرر ما أدري الآن نحن نتكلم كمسألة شرعية حلال وحرام الأصل الحل في الأشياء حتى يثبت العكس وعليه حتى لو فرض أنها أكلت أمعاء خنازير أجلكم الله ما عندنا دليل ما عندنا دليل على أن الحيوان إذا صار يأكل أمعاء الخنازير أجزاء الكلاب أي شيء كان هذا الحيوان رح يتحول إلى جلال أو حرام الدليل دل فقط في أكل العذرة الآن ربما يجي واحد يقول شنو الفرق هذا نجس هذا نجس هذا يصير قياس القياس في الأحكام الشرعية عندنا ليس دليلة الأدلة الشرعية التي عندنا أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل طبعا العقل بضوابط مو الاستحسان العقلي العقل في سلسلة العلل اللو معلول لا مجرد الاستحسان والظن القياس هذه كلمة نخلي نقولها هناك قياس منطقي وقياس فقهي القياس المنطقي الذي فيه الأشكال الأربعة فيه صغرى وكبرى ونتيجة بأشكالها الأربعة يذكروها في المنطق القياس المنطقي حج لأنه مبني على أمور قطعية العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث القياس المنطقي ما في مشكلة قياس المساواة ما في مشكلة علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وعاله كما في الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم ورسول الله صلى الله عليه وعاله أفضل من كل الخلائق أفضل من كل الأنبياء والمرسلين فأمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأنبياء والمرسلين الله هذا قياس يسموه قياس المساواة وهو مقبول ما في أي مشكلة أنا مرة كنت أقرأ في تفسير الرازي كبير يمكن عشرين مجلد كنت أقرب هالآية الكريمة فقل تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين زين النبي صلى الله عليه وآله من أخرج معه للمباهلة هذه مسألة اتفاقية الكل ذاكريها أنه صلى الله عليه وآله أخرج معه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله والحسنين عليهم سلام الله والزهراء صلوات الله عليها أخرج هؤلاء للمباهلة زين النبي قعد يطبق الآية إيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أكو تطبيق للآية أبناءنا واضح الحسنان اللي أخرجهم الحسنان نساءنا والزهراء عليها السلام بقيت كلمة أنفسنا من كان ويا النبي صلى الله عليه وآله غير الحسنين والزهراء عليهم السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فالكلمة انطبقت على أمير المؤمنين عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله يمتثل أمر الآية ما جاء في الآية بالتفصيل فما في مورد تنطبق عليه كلمة أنفسنا إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كنت أقرأ بتفسير الرازي كلام ذاكرة من ذاكر هالآية الكريمة أو ذاكر الروايات وفرضو شلون النبي صلى الله عليه وآله خرج للمباهلة بتفاصيلها كلام اللي نجري فيه آخر شيء ذاكر نصص صفحة تقريبا كلام يقول وكان عندنا في الري هو الرازي من الري الري اليوم طهران وكان عندنا في الري عالم رافضي كان يقول أن علي عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين لأنه بنص الآية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين إذن النتيجة نتيجة هذا القياس قياس المساواة أن يكون أمير المؤمنين صلى الله عليه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين هذا كلام جيد عقوب ما ينقله أربع خمس أسطر شوفوه بتفسير الفخر الرازي من يخلص يقول هذا الكلام ممقبول ليش ممقبول يقول لأنه انعقد الإجماع على أن النبي خير من غير النبي وعلي عليه السلام لم يكن نبيا إذن الأنبياء الآخرون أفضل منه يعني شوفوا شغلتين أول شي ما رد على القياس اعتبر القياس قياس مضبوط ما قال هذا قياس ما يمشي هذا قياس منطقي ما في أي مشكلة فقط أراد أن يرده بالإجماع طبعا هذا واضح الكلام عندنا ما يمشي إجماع عند من الشيعة كلهم في شرق الأرض وغربها اللي يشكلون ربما ربع المسلمين ثلث المسلمين كلهم يقولون هذه المقالة هذا الإجماع أين هو حتى بعدين الإجماع يضرب مدلول الآية الكريمة آية كريمة أي إجماع يقف أمامها على كل ما علينا هذا القياس المنطقي هناك قياس فقهي القياس الفقهي يسمى في المنطق التمثيل مو هذا التمثيل اللي هالأيام يسولون عنه التمثيل من يجيبون هالكلمة في المنطق يقصدون بيها القياس الفقهي شنو فرق عن القياس المنطقي فرقه أن القياس الفقهي ظني يعني يقول أظن على الأغلب على الأغلب هذا مثل هذا نقول لها تقطع تحلف بالقرآن هذا مثل هذا يقول لا ما أقدر أقطع بس أظن على الأغلب هالشكل أنت تقطع بأنه الدجاجة إذا أكلت دم مثلا شربت دم أو أكلت لحم نجسة هذه تصير جلال ما يقدر يقول أقطع يقول أظن تشبه 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 دجاجة لأكلة الغائط هذا ما ينفع ما ينفع الظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا على كل حال الحيوان إذا صار جلالا الحين ممكن واحد يسأل لأن تبدو القضية غريبة اليوم يعني حيوان يعتاد على أكل العذرة هي العذرة وين حتى يأكلها اليوم الأمور اطورت كثيرا صارت أجلكم الله المراحيض النظيفة المرتبة أو كل بيت به كذا حمام يعني البيت يحسبون حساب الحمامات اللي به ثلاث غرف وحمامين مثلا يهمهم كم حمام أكو في البيت مهم سابقا الحجم ما كان موجود وين أكو حمام بالبيوت القديمة وكذا لو يصعدون فوق السطح يقضون حاجتهم والأطفال بالحوش مثلا الأطفال ما يهمهم ما يهمهم يقولون فشلة بالسكة بالعقد تمشون بالسكيك تلقون هذه النجاسات مثلا وإلى اليوم بعض البلدان الفقيرة حين واحد يروح يروح للهند يلقى من هالأمور كثيرا وهذه حيوانات بالبيوت يربوها دجاج حمام كذا صخول أجلكم الله إلى آخره فتعتاد على هالنجاسة بعضها يعتاد على أكل النجاسة هذا يصير جلال خلص هالخروف لما صار جلال صار حرام أكله صار حالة حالة ثعلب حالة حالة ذئب شون حرام هذا هم أيضا حرام زين سؤال اعتاد ما لها كمية يكون جل أكله هذا جل أكله هذا بحيث الشيء الطاهر قليل يأكله اعتاد على ذلك زين هذا نجيس لا مونجيس قلنا حالة حالة الثعلب الثعلب مونجيس محل الشاهد إذا الحيوان اعتاد على أكل النجاس صار حرام زين هذا الخروف يعني لو جابه ذبحه يقدرون يأكلوا اللحم لا ما يقدرون نجس لا مونجس نعم بوله وبعره صار نجسين لأنه لأنه مر علينا أن الحيوان الذي يحرم أكله وله نفس سائلة مدفوعه وبوله نجسان حالة حال مثلا بول القط وما يخرج من القط هذا نجس ما يخرج من الفأر الفأر الذي يطلع منه الذرق والبول يعتبر نجسا لأنه لا يأكل لحمه كل حيوان لا يأكل لحمه وله نفس سائلة بوله ومدفوعه نجسان أما الصوف الصوف ما في إشكال لكنه يعد من أجزاء ما لا يأكل لحمه لو واحد يقص الصوف طاهر بس ما يقدر يلبسه بالصلاة لأنه من أجزاء ما لا يأكل لحمه مثل شعر القط مثلا مثل شعر الأرنب صار جلده إذا دبحه دبح شرعي تذكية صار مذكة جلده طاهر لكن لا يصلى فيه لبس أجزاء ما لا يأكل لحمه في الصلاة لا يصح لكن طاهر لو استفادوا منه لحين واحد ذابح له ثعلب توجد هالأيام مزارع ثعالب مثلا مزارع ضخمة يربون فيها ثعالب وممكن لحين واحد مسلم حاط له مزرعة من هالقبيل ويذبح كل يوم 200-500 ثعلب ذبح شرعي يسمي وكذا هم الخرفان ما جاي يذبحوها شرعي هالمرة ثعالب ويسلخة مثلا ويسوي منه كذا ثياب غالية ثمينة يجوز واحد يلبسها طاهرة إيه طاهرة إذا ذكوه تعتبر طاهرة لكن ما يتصلى فيها لا يصلى فيها كذلك هذا الخروف الجلال هذه البقرة الجلالة لو ذكيت جلدها طاهر يصير يحطون فيه لبن مثلا يحطون فيه حليب ويحركوا كذا حتى يسوون منه لبن ويطلعون منها زبد وإلى آخره طاهر مو نجس لكن ما يتصلى فيه ما يمكن لبسه في الصلاة زين سؤال مسألة أخيرة نختم بها الكلام إن شاء الله هو هذا الجلال يعني ممكن نسوي له حل بحيث يرجع حلالا إيش يحبس يمسكوه يحطوه بالقفص يحطوه بالحجرة أي شيء يربطوه يمنعوه من أكل النجاسة يظلون يعطوه أكل عادي طعام عادي شعير كذا أي شيء كان أدت أيام إلى أن يزول عنه اسم الجلل عرفا بحيث بعد هذا الحيوان خلص ما يبحث عن هالقضية زال عنه اسم الجلل زين له مدة معينة لا ما لمدة معينة أكو بعض الروايات تقول مثلين الدجاجة ثلاثة أيام تحبس البطة خمسة أيام الشات عشرة أيام البقرة عشرون يوما الناقة بالي أربعون يوما لكن هذه الأرقام عدة من فقهائنا قاينين ليست إلزامية وإنما المطلوب أن تحبس فترة بحيث يزول عنها عرفا اسم الجلل فتعود حينئذ إلى حالتها العادية كل ما يخرج منه حتى بيضه مثلا يخرج منه كله محرم الحين إن شاء الله في الليلة مقبلة يصير الحديث عن المحرمين عن المحرمين الآخرين الشغلتين اللي تحرم اللي هما موطوع الإنسان و ما شرب من لبن الخنزيرة هذا بكثرة موجود اليوم هالزمان موجود ممكن الجداء اللي تشرب من لبن خنازير موجودة في بلاد خارجية موطوع الإنسان موجود بكثرة هذا الأول الجلل قليل في هذه الأيام إن شاء الله يأتي تفصيلها اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة